وعلى هاي الجاية يا مالك اليوم اكو شي حصري اغير الشعكوة واليوم حكينا بالمصلاوي احسن شي هذا انت بالموصل بكل تفاصيل الموصل فهذه المكان لا حد دخلها ولا تصورت ولا كاميرا نزلت بها شي حصري لأول مرة وان شاء الله راح تكون شغلة مرتبة ومليحة في مدينة الموصل حتى راح ندخل من هذا المكان هذا المكان اللي انت راح تحسينه عنه هذا شفتوه ونقبته بعد الانفجار هسه نغشعه تستكشفه خطوه خطوه وتغشعه لأول مرة فهذه لأول مرة هسه راح ينعرض باعلام وينعرض بكاميرا فهسه دخلنا على المنطقة الاثرية اللي ما انفتحت من وقت نور الدين زنكي يعني شكت عمر هاي هذه عمره 850 سنية 860 سنية سبحان الله نزلنا هذا كان منطقة الدخول قبل شنو هو هذا اولا اوكي انا احكي لك القصة مالا حتى انت تتصور الحياة اللي كانوا عيشيها قبل ما كانكو حمامات ومكان تغسير بالبيوت كانت البيت مثل الفندق نوموا واكل الحمامات والمغاسل ما كانت موجودة فكانوا بتجمع من يجي يصلي مصلي يفود يتوضه ويصب يتوضه يجي على محلات الوضوء كان لكم محلات الوضوء محلنا الوضوء فهذا احنا دخلنا نعتبر انه جينا نصلي بالجامعة النوري دخلنا من الباب نيجي هاي المكانات او الشيه هي الاحواض مع الماء كان يخزنهم بها الماء يتقل يشون يجيبون الماء هون كان السقة شخص مسؤول يشيل القربة من الجلد ويجيب الماء من الاجر او بشي معين زين فكان يزد الماء هون يخزنونه هاي الفتحات اللي تشعب الحاير هاي كانت للانارة بيها مسارج كان يخلن بيها زي زيتون او زيت وحتى يشغلوها للانارة لان ما كان اكو كهرب زين هاي الممر الوسطي هذا كله تلقيتو انتو احنا شو اللقينانو احنا لقينانو بالصدفة منشلنا الانقاذ مالمصلة نتيجة التفجير الارهابي بلشنا تنقيبات فعثرنا على هذا الارضية الاصلية للمصلة اللي فوقها السقف هسا اثناء العمل لقينا فتحة بالاغض هاي الفتحة دي ننظفها حتى دي نكمل الاغضي طلعنا انو بيها بداية بناء انو اكو عقادة واكو بناء حلو استكملنا تنقيب كخبرة صارت عا تكون معلومة بالضبط اكو شغلة بالعمل الاثاري من تشوف جدار تشوف شغلة انو لازم تمشي معاها حلو فاحنا ارشأنا بداية السقف بلشنا تنقيب استكملنا استكملنا هاي كلها كانت مغطاة بالاطغاب مزيلا متروسي طغاب فكان العمل مدة 8 اشهر بشكل كامل يوميا ومعه 40 عامل حتى ثقوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر